موسيقى السلام عليكم من قناة الميادين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج آخر طبعة وعذرا على التأخير لأسباب تقنية نستضيف اليوم أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس الدكتور عيسى الأيوبي أهلا وسهلا بك دكتور عيسى في استوديو الميادين الدولة اللبنانية تختبر هيبتها في صيدة وعلى الحدود محاكمة جورج عبد الله تمديد المماطلة قانونيا أصدقاء سوريا دعم للمسلحين لتغيير موازين القوى ضد الأسد الفريق السيسي في تحضير ضمني للإخوان الجيش يضع أمن مصر القومي فوق كل اعتبار وفي تونس استجواب أستاذة جامعية انتقدت مسؤولا إسلاميا من النهضة تشكيك فرنسي بالتفاؤل الأمريكي بالتقدم النووي مع إيران إلى عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم نتبع تحية طيبة توصيات ونتائج مؤتمر أصدقاء سوريا تصدر بعض عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم والبداية مع عنوين صحيفة الكدس العربي المعارضة السورية تفشل مجددا بعقد لقاء لاختيار رئيس للوزراء ومؤتمر روما واشنطن تعيد بدعم مالي وأوروبا بأسلحة غير فتكة لبنان يشدد الإجراءات الأمنية بصيدة بعد تهديدات الأسير بتفجير انتفاضة الفريق السيسي في تحذير ضمني للإخوان الجيش يضع أمن مصر القومي فوق كل اعتبار تونس استجواب أستاذة جامعية انتقدت مسؤولا إسلاميا من النهضة الطلاب في جامعتين ببريطانيا وإرلندا يمنعون السفير الإسرائيلي ونائبه من إلقاء محاضرات والأمن يهربهما من الأبواب الخلفية ننتقل إلى أبرز عنوين صحيفة الشرق الأوسط السعودية المعارضة السورية تطالب بتطبيق الفصل السابع وزير العدل البحريني لا ضغوط خارجية على الحوار الداخلية التونسية توسع تحقيقاتها في قضية بلعيد نجاد يتهم الحرس الثوري بالتدخل في النقابات إلى أبرز عنوين صحيفة السفير اللبنانية الدولة تختبر عيبتها في صيدة وعلى الحدود السلسلة إلى الوراء حكوميا وبر والحرير مع الانتخابات في موعدها أصدقاء سوريا دعم للمسلحين لتغيير موازين القوى ضد الأسد محاكمة جورج عبدالله تمديد المماطلة قانونيا مصر رقص هارلم شيك أمام مكتب الإرشاد ونبقى في الصحف اللبنانية وعنوين صحيفة النهار البابا بنيديكتوس السادس عشر مجرد حاج مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى التوقيع اختبار في صيدة والسلسلة التشق الحكومة مساعدة أصدقاء الشعب السوري دون الطموحات والإئتلاف المعارض أعلن إرجاء اختيار رئيس حكومة إلى أبرز عنوين صحيفة العرب اليوم الأردنية مالية النواب لن نكون شهود زور على تمرير موازنة الالفين وثلاثة عشر بابا الفاتيكان يغادر منصبه الفلسطينيون يطالبون بفتح ملفات جميع الأسر الشهداء في السجون الإسرائيلية مقتلوا ثلاثة وعشرين شخصا في انفجارين وسط بغداد نهبوا تدمير المكتبة الإسلامية الفريدة بعد سيطرة المعارضة على الجامع الأموي في حلب إلى أبرز عنوين صحيفة الوسط البحرينية وفده يومن رايتس ووتش في المنامة لا إصلاحات ولا عدالة في البحرين المتهمون بقضية التفجيرات يشكون للمحكمة تعرضهم للتعذيب نيابة التنفيذ تبدأ إجراءات الحبس في قضيتين بحق زينب الخواجة الفضالة ثلاثمائة كابينة غير مرخصة على سواحل المحرق وواشنطن تعد المعارضة السورية بستين مليون دولار وأخيرا إلى أبرز عنوين صحيفة الثورة اليمنية الرئيس يدشن العمل في الطريق البحري ويعاين الأسلحة المضبوطة على السفينة الإيرانية السلطة الفلسطينية ترفض إبعاد الأسيرين العساوي والشراوينة إلى الخارج وبهذا العنوان نصل إلى الختام عودة لمتابعة البرنامج شكرا لزميلة غدي على قراءة عنوين الصحف بداية دكتور عيسى الأيوبي لمحة سريعة عن أبرز ما لفت نظرك في هذه العنوين بالتأكيد موضوع السوري كان هو الموضوع الأساسي لأنه هو موضوع التحول الاستراتيجي اللي حصل واللي حاصل واللي عم تتابع بخطوات معينة نعم في الحدث السوري نتحدث عنه ولكن يأتي موضوع اللبناني بحث ليس لبنانيا ولكن يأخذ طبعا لبناني موضوع الظهرة المراضية التي اسمها أحمد الأسير هذه الظهرة لفتني في لبنان أنها هي أولا ظهرة مراضية يجب استقصارها بأي طريقة منها الطرق لذلك أعتقد أن تسلسل هذه الظهرة منذ نشأتها حتى اليوم بيؤكد أنها وصلت إلى مرحلة خطيرة جدا جدا على المجتمع اللبناني وعلى الوضع العربي عامة الذي هو بحل ذاته وضع مهتز ووضع بحال التفجر هل تعتبره أنه هو إفرازات لأسباب إقليمية وعربية الشيخ الأسير؟ بالتأكيد بالتأكيد ليس ظهرة قائمة بذاتها الشيخ الأسير وإلا كانت ظهرة صحية لأنها إفراز لحالات في المنطقة العربية عامة وهي نتيجة لهذه الحالات المرضية التي تواجه العالم العربي هو موجود في لبنان كل المعالم حتى في خطابه السياسي حتى في خطابه الديني هو ظهر إقليمي مرضية بأي معنى يعني بأي معنى مرضية؟ مرضية أي أنها حالة تشويه للحالة اللبنانية وحالة تشويه حالة مشوهة للحالة الإسلامية عامة تخدم الفتنة؟ هي نقل للصراع الحقيقي للبوصل الحقيقية من مكان الحقيقي إلى مكان آخر متافيزيكي إلى مكان آخر فيه دم جديد فيها صراعات فيها تفجيرات فيها موت فيها تقسيم بلد بالأمس أيضا تحدث النائبان الحريري بهي الحريري وفؤد السنيورة يعني لم يكن رأيهما مختلفا عن رأي الأسير في خطاب السيد حسن نصر الله هذا أولا ثانيا هناك الكثير من الأربع عشر أذار من فريق أربع عشر أذار ومن فريق المستقبل تحديدا يقولون هذا أمام حزب الله هذا برسم حزب الله إما عودة الرئيس سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة وإما الأسير سوف يتمدد أكثر بالطبع لأنهم زرعون يقولوا هذا أساسا لماذا لم يقولوا هذا قبل خطاب السيد حسن نصر الله لماذا هو محتضا في أماكن النفوذ السياسي ولا هو موجود في سيدة يعني هذا بلده سيدة بلده ودينته هم إذا تبرأوا منه إذا تبرأوا منه بالوضوح ألا أعتقد أن هناك من يستطيع أن يحمي نفسه هذا الرجل إذا أزالوا الغطاء السياسي عنه لكانت الدولة والسلطات الأمنية قامت بعملها هو مزروع بدون غطاء سياسي بشكل واضح ولا السنورة ولا السيدة حريري تستطيع أن تقنع من فيه عقل ومن فيه منطق أن الأسير ظاهرة منفلتة عن الحالة الحريرية والحالة الأربعة عشر أذار هو حالة لماذا هو يدعم كل مواقف أربعة عشر أذار كل مواقفه السياسية على الصعيد السياسي والأقليمي لا هو يأخذ عن مستقبل إن المستقبل كان لا يأخذ عن مستقبل حالته الهيجينية حالته الضعف حالة الضعف ولكن هو الزراع القوية وهو الذي يستطيع أن يحمي المستقبل ويحمي قرارها السياسي هل تجده بديلا عن فتح الإسلام في الشمال؟ هو حالة مشابهة حالة رديفة لفتح الإسلام لابد أن نتطرق أيضا إلى موضوع المناضل جورج إبراهيم عبدالله الذي يماطل القضاء الفرنسي في الإفراج عنه يعني كلمة سريعة قبل أن ننتقل إلى الحدث تماطل السلطات السياسية الفرنسية التي ما زالت مرهونة للإدارة الأمريكية وللولي إسرائيل حتى اليوم لأن اليوم الإعلان عن تحرير وعن إطلاق فراح جورج إبراهيم عبدالله هو يوم فرح للفرنسا التي تكون يوم عيد تحريرها من الوسائل الإسرائيلية الأمريكية على سلطاتها السياسية ليس على سلطاتها القضائية فقط هل من الممكن تحرير جورج إبراهيم عبدالله؟ الاتجاه العام في الفرنسا اليوم هو نحو التحرر نحو التحرر الوقت الاتجاه العام بأي معنى؟ القضاء السياسة أم التحركات الأرض؟ في السياسة أساساً وتحركات الأرض مفهومة جداً أن هناك تحرك على الأرض وإن كان خجولاً ولكنه هذا الشارع الفرنسي ينبض بمحاولة التحرر من الوسائل الأمريكية والإسرائيلية على القرار الفرنسي هذه الظواهر بدأت تظهر اليوم في الملف السوري وفي ملفات أخرى وخاصة عندما وضعت فرنسا أصبعها في مالي واحترقت من نفس التيارات التي تدعمها إسرائيل والتي هي مولتها في سوريا نذهب إلى الحدث السوري لوس أنجلس تايمز دمشق في قبضة جمود مشحون يحاول المتمردون اختراق دمشق لكن النظام لا يزال يحكم قبضته على قلب العاصمة ويركز الجيش السوري على الدفاع عن منطقة استراتيجية تشمل القصر الرئاسي والمباني الحكومية والقواعد العسكرية بما يشكل ممراً آمناً وقد حفر الجيش مرابض له عند سفحي جبل قاسيون للإشراف استراتيجياً على دمشق ويشرح الخبير العسكري الأمريكي جوزيف هوليداي أن النظام عزز حضوره في مركز المدينة وهو لا يحاول مغادرتها ولا المناورة في مناطق المتمردين ويريد ضرب مناطق المتمردين بالمدافع ومن الجو أيده في ذلك الأستاذ في جامعة أكلهوما جوشا لانديس قائلاً أن الأسد لا يزال يعتقد أن بإمكانه الصمودة في دمشق الغاردين سوريا في محنة والمانحون لا يمنحون شيئاً خلال مؤتمر عقد قبل شهر في الكويت تعهدت دول الخليج ودول أخرى بينها بريطانيا منح مليار ونصف مليار دولار لمساعدة اللاجئين السوريين مليار منها يذهب إلى الدول التي تستقبل اللاجئين على أن يمنح المبلغ الباقي للنازحين داخل سوريا لكن منظمة الصحة العالمية لم تحصل على أي مبلغ حتى لان حسب ما قالت رئيسة المنظمة في سوريا إليزابيث هوف الصحيفة مضيفة أن الوضع الأمني في دمشق تدهور كثيراً أخيراً كما تفاقمت حالة الطوارئ نيويورك تايمز الاستخبارات الأمريكية تدرب المقاتلين السوريين منذ عام قال مسؤول في واشنطن للصحيفة أن وكالة الاستخبارات المركزية تدير منذ العام الماضي برنامجاً سرياً لتدريب المتمردين السوريين في الأردن وأضاف أن مسؤولي وزارة الخارجية غير مستعدين لمناقشة الأمر لكن المسؤول الشدد على أن الاستخبارات لم تزود المقاتلين أي تأسلحة أو ذخائر السفير في شمال لبنان مخاوف من عمليات تتردد معلومات في المناطق الحدودية شمالية لبنان حول إمكان قيم مجموعات سورية مسلحة بعملية عسكرية نوعية تستادف أربع أمانات سورية وهي الجوسي جسر القمار الدبوسية والعريضة وأنه جرى العدول عن فكرة اقتحام أمانة العريضة لكونها تحيط بها قرى علوية ويادف المخطط الشامل إلى قيم مسلحين لبنانيين وسوريين بمساندة الجيش الحر من الداخل السوري باشتياح كل المناطق الحدودية دفعة واحدة وصولا إلى السيطرة على مدينة حمص عبر عملية عسكرية حدودية تتزامن مع وطيرة عالية من العمليات العسكرية الداخل بعض أحياء حمص لكن عشائر وادي خالد أفشلت المخطط بعدما رفضت جعل المنطقة منطلقا للقيام بمغامرة من هذا النوع الشرق الأوسط المعارضة السورية تؤجل تسمية رئيس لحكومتها أجلت المعارضة السورية أعلان حكومة المناطق المحررة التي كان مقررا تسمية رئيسها غدا في اسطنبول المعارضة السوري خالد خوجة قال للصحيفة أن تأجيل جاء بطلب من رئيس الاتلاف معاذ الخطيب ومتعلق بنتائج اجتماعي روما لكن مصادر في المعارضة عزت التأجيل إلى اختلافات في وجوهات النظر بين فرقاء المعارضة فالثوار في الداخل يريدون شخصية من الداخل وكل المرشحين المعلنين هم من المعارضين المقيمين في خارج سوريا دكتور عيسى الأيوبي أبدأ معك مما ورد في صحيفة لوس أنجلس تاند عن دمشق في قبضة جمود مشحون هل لا يزال الأسد يعتقد أنه قادر على الصمود في دمشق؟ هذا السؤال الذي ختم في المقالة في المعلومات الأصلية ليست للإعلام أساسا الأسد صامت في كل مكان ليس هناك تغيير جزري في الواقع استراتيجية والتكتكات العسكرية ووضع العسكري والأمني في سوريا ولكن المناطق التي تهاجم المناطق التي يتم يعني يعلن الجيش لا يبدو أن هناك خطر حقيقي على دمشق المدينة ولا يبدو أن هناك خطر حقيقي على المدن الأساسية ومفصل الأساسية في سوريا مزال التحركات كر وفار في المناطق المعتادة في ريف دمشق وفي ريف إدليب وفي ريف حلام لكن معلومات فقط أنه الجيش المعارض يتحدث عن إعلان حكومة للمناطق المحررة بين مزدوجان طبعا حسب تعبير الجيش الحر وهناك أيضا في شرق الأوسط ورد عن كيفية تقاسم هذه المناطق وهناك من اعتبرها مقدمة لتقسيم سوريا ككل يعني هذه المنطقة تكون لفئة هناك عدة حديث وسيناريوهات حول الواقع حول الوضع في سوريا ما بعد الأسد بالضبط ولكن نحن اليوم ليسنا ما بعد الأسد أساسا هل سنصل إلى مرحلة ما بعد الأسد؟ الأسد كشخص أعتقد أن هذا يعود له يعود للسوريين أن يقرروا إن كان سيصل ولكن السوريين لم يقرروا يوم أن يتخلوا عن رئاسة الرئيس الأسد وهذا الوضع هو الذي يجعل سوريا اليوم موحدة ويجعل سوريا اليوم بحالة قابلة للصمود أكثر وللدفاع عن نفسها أكثر كدولة وككيان غير مقسم وغير قابل للتقسيم نعم نحن لا نبحث في موضوع خروج الأسد أو عدمه لأننا اليوم معركة ما زالت قائمة وما زالت موازين القوى فيها لصالح الرئيس الأسد وصالح الجيش العربي السوري لذلك نرى أن هذه الصمود أدى إلى أن تراجع بعض الدول التي كانت تراهن على سقوط سريع وموأقت للرئيس الأسد والسلطة في سوريا اليوم يبحثون عن حوار مع هذه السلطة هذا يبحثون عن طرق الحوار معها بطريقة ما ساعة يصاعدون في خطابهم السياسي وساعة يرفعون سقوفهم ولكن هذا الحوار لا يبدو أنهم يريدون الحوار كثيرا عندما اقترحه معاذ الخطيب للحوار يعني كان اتهموه بالانشقاق واتهموه بالتفرد وعدم استشارة بقي أفريقاء المعارضة هذه مشكلة الطرف الآخر في سوريا مشكلتهم أنهم حتى اليوم لم يوحدوا لا في النظر ولا في استراتيجية ولم يضعوا مشروعا توحدوا عليه ووحدوا قباهم وهذا المطلوب منهم اليوم عندما أسمع كيري يقول أننا سنساعد السوريين أعتقد أنهم معوا حق عليهم أن يساعد المعارضة السورية بالتوحد عليها أن يساعد المعارضة السورية في الوصول إلى حلم العقلانية تستطيع فيها هذه المعارضة أن تكون جزءا فاعلا في الدولة وجزءا متمما للدولة للدولة السورية القوية الجديدة لا أن تكون جزءا من المشكلة الكبرى في المنطقة هو يستطيع أن يساعدهم بالتأكيد لأنه وساعدهم في تدمير الدولة في محاولات تدمير الدولة وعليه أن يساعدهم اليوم في أعالى بنائها أن يكونوا جزءا منها أطلاقا على أن يساعد الأمريكيون المعارضة السورية في كل شيء يجعل الحوار ممكنا وقائما أن يستعيد معارضة حالتها العقلانية وتخرج من حالتها السلافية والحالة الدمرتية نيويورك كايمس لحدثت أيضا عن الاستخبارات الأمريكية التي تدرب المقاتلين السوريين منذ عام هذا الحديث أيضا تم الحديث عنه منذ أكثر من عام وقيل أن هناك استخبارات تعلم وتدرب كيفية القتال وكيفية التصرف في هذه لماذا إعادة الضوء وإعادة تسليط الضوء على هذا الموضوع؟ أولا مخابرات المركزية الأمريكية دربت الكثير ودربت حتى وقامت بنقل ليبيين إلى الأراضي الأردنية ومن ثم فشل المشروع لم يستطيعوا الدخول وتختلفوا فيما بينهم هناك مشكلة كبيرة مع المخابرات المركزية الأمريكية داخل الولايات المتحدة كلنا يعرف أن هناك مشكلة ما بين البنتاجوم والاستخبارات كلنا يعرف أن هناك صراعات داخلية في الولايات المتحدة حول المشروع الشرق أوسطي عموما هذه الاستخبارات الأمريكية اليوم افتضحت أمرها علنا لأن هناك تغيير داخل الولايات المتحدة الأمريكية هذا التغيير ودى واضحا بتعيين وزير الدفاع الجديد هذا الوزير الدفاع الجديد وقبول الكونجرس الأمريكي بهذه الشخصية التي في العادة هي مخالفة للتيارات السياسية داخل الولايات المتحدة الأمريكية ومخالفة لللوب الصهيوني مقرر من إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية هذا التغيير هو إشارة من الولايات المتحدة الأمريكية من الدولة الأمريكية عموما إلى أننا نسير في مخطط سياسي جديد قد لا يكون هذا المخطط لصالح الشرق الأوسط أو لغيره ولكنه جديد علينا أن نتعامل معه بمعاييره الجديدة كوجود إشارات إيجابية داخل إدارة الأمريكية يعني ليس تناقضا مع التغير التي تشهده السياسة الأمريكية بعد انتخاب أماما للمرة الثانية لا 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 استكمالا هذا الخبر لا يعني إلا استكمالا استكمالا أيضا هناك موضوع التسليح بالأمس يعني خرج القرار بأن هناك تسليح للمعارضة ولكن بسلاح غير فتاك يعني ما هو السلاح غير الفتاك لا أعرف أن كان أحدا يحمل سلاحا بدون أن يفتك السلاح في مفهومه في مفهومه في تعريفه هو للفتك هو للقتل هو للدفاع عن نفس ولكن بقتل آخر هذه الألفاظية واللعب على الألفاظ تعودنها في خطاب السياسة الدولية إذا ماذا سيرسلون إلى المعارضة المسلحة أعتقد أن عليما أن يرسلوا راحة الحلقوم من تركيا راحة الحلقوم نعم راحة الحلقوم تكون مفيدة جدا وهذا سلاح غير فتاك بالطبع هذا الكلام الذي يقوله الأميركي اليوم والذي يقوله الغرب اليوم للمعارضة السورية هي على أدعاء لعم ياخدها مثلا بيقولوا أنه حنبعث لكم سلاحة غير فتاك حنبعث لكم سيارات تنتقلوا فيها هنبعث لكم سيارات مضادة للرصاص ومضادة للتفجيرات ربما هذا لا يوجد بعد في العالم مضادة للتفجيرات هذا الكلام لحالات الاغتيال أما في حالات الحروب الكبرى الدبابة ومع مركبة شاهدناها في جنوب لبنان كيف سقطت هذا الكلام سخيف والذي يعتمد عليه هو أسقف منه أنتقل إلى موضوع ومضحك أساسا هذا الكلام مضحك جدا أن تسمع أن السلاحة غير فتاك أيضا أنتقل إلى الموضوع شمال لبنان يعني مخاوف من عمليات ويهدف هناك مخططات يعني تحضر لشمال لبنان وتحديدا الحدود المشتركة بين سوريا ولبنان وقيام مسلحين لبنانيين وسوريين بمساندة الجيش الحر باجتياح كل المناطق الحدودية دفعة واحدة وصولا إلى حبص حرب عالمية في ودي خالد أعتقد أن كلام مبالغ فيه جدا لا المعارضة السورية ولا داعمهم في لبنان باستطاعتهم عمليا قيام بهذا العمل هذا كلام إعلامي وكلام تهويلي الذين يذهبون على الأرض يعرفون جيدا أن هذه المعارضة السورية والحلفائها من اللبنانيين من اللبنانيين حلفائها المسلحين من اللبنانيين ليسوا بقدرة إلا قيام بعض الأعماليات الصغيرة التي تنتهي في لائة واحدة ولكن هناك أيضا حلفاء للنظام السوري في لبنان يساند النظام كما يتهم والطبع وهؤلاء لا يستطيعون حماية الحدود اللبنانية أساسا لا مناصري النظام في سوريا يستطيعون حماية الحدود اللبنانية حماية سوريا من دخول لبنان ولا هؤلاء هذه مسألة فيها كثير من المبلغات العالمية ومعنويات للقوى التي تهزى ويعطيها معنوية أن نستطيع أن نجهز أن 200 ألف مقاتل و300 ألف مقاتل موجودين وأين في ودي خالد أو في عرسال أو لا أعرف ما هذا الكلام لا تعليق سياسي عليه لأنه غير صحيح غير صحيح السؤال الأخير قبل أن نذهب إلى فاصل إعلاني أيضا هنا في الـ Guardian سوريا في محنة والمانحون لا يمنحون شيئا لماذا حتى الآن لا تمرح الدول المانحة للمعارضة السورية؟ أولا في أسباب كثيرة هناك منح كبير هناك منح أكبر قطر وهناك عطاءات كثيرة لكن هذه المعارضة ليست موجودة كمؤسسة واحدة وليس هناك ضمانات أن ما تعطيه هذه الدول يصل فعلا للغاية التي أعطيها لها أين هي المعارضة؟ أنا أستعرض مجموعة كبيرة من الشخصيات المعارضة في السورية وأستعرض ملفاتها هل هذه الشخصيات كانت موثوقة عندما كانت بالسلطة أساسا لتكون موثوقة عندما أصلحت في المعارضة؟ لا أعرف مجموعة المعلومات التي لدينا حول هذا الموضوع أنها شخصيات ليست موثوقة جدا في تعاملاتها المادية ولا في تعاملاتها مع قضاياها ولا مع أديولوجياتها ولا مع عقائدها هي شخصيات متغيرة متلونة فقط من يدعم اليوم بصورة واضحة وأكيد وصولها إلى غياتها هو الدعم المسلح الذي يأتي من قطر دعم المسلحين الذي يأتي من قطر والسعودية هؤلاء يعرفون تماما أن هذا السلاح الذي يرسلونه يقتل السوريين ويشاهدون القطر يوميا أما بالنسبة للأموال والنازحين فأننا لا نرى على الأرض أن هناك دعم حقيقي للنازحين لا نازحين في الأردن ومشاكلهم كثيرة ولا نازحين في تركيا ولا نازحين في لبنان الذين أعلن بالأمس أن عائدهم تجاوز المليون يجب أن أتواقف مع فصل إعلاني ولكن لابد أن نكمل هذا الحديث بعد الفصل أعزائي المشاهدين فصل قصير ثم نعود فابقوا معنا أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين وقبل أن ندخل إلى حدث اليوم كان لابد أن نكمل الحديث عن دول المانحة والمنحين كان هناك حديث في الكواليس أن العلاقات السيئة بين قطر والسعودية وأيضا بين قطر والإمارات التي عادت إلى الواجهة مجددا تؤثر كثيرا على موضوع المنح بالمعارضة بالواقع أن الوفاق الوحيد الذي قام بين قطر والسعودية هو إسقاط الرئيس الأسد عندما فشل هذا المشروع ومتل رجع كلهم إلى بيته القطرين ذهبوا بعيدا في دعم الأخوان المسلمين وفي دعم تنظيمات سياسية ماسونية سلفية داخل سوريا ماسونية سلفية ماسونية سلفية هذه حالة خاصة ستظهر قريبا ويستخاصة هذا واقع سياسي موجود في العرب القطرين ذهبوا بعيدا في مخططاتهم وفي دعمهم بينما السعوديون الذين يعانون مشاكل في الداخل أساسا الداخلية توقفوا قليلا وعدوا للعشرة كما يقال ولكن الخلاف الأكبر اليوم هو ما يحصل ما بين الإمارات الحربية السعودية وقطر هذا خلاف خطير وكبير له أبعاده السياسية والأمنية والاقتصادية معا الإماراتيون يعتقدون أن القطرين ذهبوا بعيدا وأنهم ورطوا الخليج كثيرا في موضوع الدول الخليج لهشرة لا تستطيع تحمل نتائجه للاجتماعية ولا حتى الدينية ولا حتى البنية الأمنية للخليج والاقتصادية هذا كابع لموقف الإمارات وتصرفها إذا تزايد الأخوان عند الإمارات قناعة كبيرة عند قيلة الإمارات أن قطر تطمح بالطغيان على الإمارات على اجتياحها حتى أمنيا وحتى اقتصاديا والإمارات قائمة أساسا على هذا الحالة الأمنية المنطق السلم في الإمارات هو الذي يسود بينما منطق الحرب في قطر هو الذي يسود هناك منطقين كبيرين في الخليج العربي وربما يمتد إلى مصر وقناة السويس وماذا تريد الإمارات وماذا تتخوص سويس وكل الاستثمارات القطرية في العالم التي قادت قطر حروبا من أجلها إن كان في ليبيا أو في تونس أو في مصر الحروب القطرية على هذه الدول وفي هذه الدول لاست حروبا سياسية لأنها لا منطق سياسي ولا منطق أديولوجي ولا تصديرا للثورة القطرية إلى مصر أو إلى ليبيا لاست هناك تصدير ثورة هناك حالات اقتصادية مالية ومشاريع استثمارية قامت على أساسها كل هذه الحروب هذا المنطق الأميركي الذي يتبنى حمد بن جيسي برادة هناك من يتحدث عن تراجع في موقف فرنسا تجاه سوريا أو تراجع هولند لنتحدث نكون في الواقع ليس هناك تراجع هناك إعادة تصحيح للمسار للمسار الفرنسي ساركوزي ذهب بفرنسا بعيدا في منطق استعماري بدأ في أفريقيا في شاطئ العاج وانتهى في سوريا سقط في سوريا لذلك لابد من تصحيح المسار هذا أخذ وقتا طويل نحن لم يمضي بعد سنة واحدة على تسلم الحكم الجديد في فرنسا وبدأنا نشعر أن هناك تغيير بالبنية مع العلم أن سيد هولند رئيس الجمهورية لم يستطع تطهير للحزب الاشتراكي من الحالة الصهيونية داخله ولم يستطع تطهير القصر الجمهوري من الحالة الصهيونية داخله لذلك استمرت المزالة ولكن عند الهزيمة الكبرى التي حصلت لفرنسا وعندما استزقظت فرنسا أن حلفائها الذين كانت معهم في سوريا هم نفسهم الذين يتعانونها في مالي ويتعانونها في أفريقيا ساعة ذلك لابد من القول ومن الحديث أن هناك قطيعة ما بين فرنسا وهؤلاء الحلفاء وبالتالي هذه القطيعة ستظهر في الملف السوري بشكل واضح لأنها الملف الأكثر سخونة في المرحلة الحالية لنذهب إلى حدث اليوم إذن أعزائي المشاهدين إلى حدث اليوم السفير من كواليس مفاوضات كازاخستان التفاؤل الأمريكي بمستقبل المفاوضات مع إيران لا محل له عند لوكي دوغسي ديبلوماسي فرنسي شارك في مفاوضات المآتا ويعرف عن كثب كبير المفاوضين الإيرانيين سعيد جليلي الديبلوماسي يعتقد أن الأخيرة لم يقدم شيئا للستة يعتد به يمكن أن يوضع في خانة الرغبة بالذهاب نحو تسوية لا يجد الديبلوماسي المفاوض تفسيرا للتقدم الذي يتحدث عنه الأمريكيون فالإيرانيون لم يقدموا شيئا ويرى أنه في اسطنبول كان الوضع أفضل بحسب الديبلوماسي وصلت الورقة الإيرانية إلى النتيجة نفسها التي تحدث عنها جليلي لن يتوقف التخصيب لن يقفل منشأة فوردو التي تعمل على التخصيب برسبة 20% وطلب كالعادة رفع العقوبات قبل كل شيء الحياة كردستان متشائم أكد عضو في الوفد الكردي الذي يجري محادثات مع بغداد فارهاد الأتروشي أن مواقفها متناقضة إزاء عقود إقليم كردستان النفطية واتهمها بالمماطلة عبر الدخول في تفاصيل مملة الأتروشي قال للصحيفة الطرف الآخر حاول التطرق إلى أمور شائكة وقادمة وقد استغربت حديث رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباص التركي المعروف بنازاهته حين دعا إلى تحديد مشروعية العقود التي يوقعها الإقليم هذا كلام سياسي ومشروعية العقود لا يحددها لا وزير النفط ولا رئيس الوزراء هناك تناقض في مواقف الحكومة قال مسؤول عراقي كبير معني بملف النفط إن العراق بدأ العمل تقنياً على تشجيد أمبوب لتصدير النفط بين البصر جنوبية البلاد ومرفأ العقبة في الأردن قيمته 18 مليار دولار وأهميته التكمن في أنه قد يقدم بديلاً للمور البحري عند مضيق هرموز يسعى البريطانيون والأمريكيون إلى إعادة فتح قضية لوكربي من الصفر ولهذا يقوم ديبلوماسيون أمريكيون بزيارات مكثفة إلى طرابلس وقال مسؤولون في الحكومة الليبية للصحيفة إن طرابلس تعد القضية مغلقة نهائياً والوقت ليس مناسباً لنبش الماضي وقال وزير العدل صلاح المرغني سويت القضية خلال نظام القذافي ويبدو أن واشنطن ولندن ترغبان في لقاء مدير الاستخبارات السابق عبدالله سنوسي المعتقل في ليبيا الذي يوصف بأنه الصندوق الأسود لنظام القذافي دكتور عيسى الأيوبي أبدأ مما ذكرته صحيفة السفير عن أن فرنسا أو الدبلوماسية الفرنسية لا تجد مبرراً لكل التفاؤل التي أبدته أمريكا حيال المفاوضات مع إيران لماذا هذا التبين بينه؟ هل هو تابع لما كنا نتحدث عنه؟ بالتأكيد حتى اليوم بالتأكيد لأن انفراجات في الملف الإيراني ستحدث انفراجات في الملف السوري وانفراجات في الملف السوري تحدث انفراجات في الملف الإيراني هذه مسألة استاتيجية وجيو بوليتيكية مسألة منطقية إضافة إلى أن الفرنسيين اليوم الذين خرجوا من المولد بلا حموس في الموضوع الإيراني وفي كل المواضيع يريدون أن يؤجلوا قدر الإمكان حالات الاتفاق أو حالات قدر الإمكان ليستطيعوا أن يستعيدوا بعض عافيتهم في ملفات شق الأوسط ولكن ليس هناك حلول لهذا الملف عادة عن أن الرئيس أوباما وواشنطن تريد التراجع عن كل ما كانت تتحدث عنه هناك حل المشروع للملف الإيراني النووي الإيراني حل دولي واضح المعالم وهناك حل دبلوماسي لأن إسرائيل هي التي تحاول أن تعرقل هذا الحلول وتبقي حالة تأزم عامة حول هذا الملف الذي هو ملف فارغ قدقيا ما هي معالم هذا الحل؟ معالم هذا الحل أن الرئيس أوباما وكيري بالأمس أكدوا على الحل الدبلوماسي للمشروع الإيراني أي أن وضعوا إسرائيل أمام أمر واقع أن هناك حل دبلوماسي وانسي نهائيا أي حالة تأزم هناك حتى داخل الإدارة الأمريكية هناك خلافات أو تباينات بشأن الإيجابية أو عدم الإيجابية بموضوع الملف الإيراني النووي بالتأكيد ولكن المنتصر اليوم هو الرئيس أوباما وفريقي بالتأكيد هناك التباسات كبيرة وحالات خدافة كبيرة داخل كل الدول حول كل الملفات ولكن المنتصر هو الذي يقرر أيضا ورد في صحيفة Wall Street Journal هل تتجاوز بغداد هرمز؟ يعني مسؤول عراقي بملف النفط أن العراق بدأ العمل تقنيا على تشييد أنبوب لتصدير النفط بالتأكيد ما أعلن عنه بالأمس في عمان حول أنبوب البصرة العقبة هذا مشروع استراتيجي قد لا يدرك الناس اليوم مدى أهميته استراتيجية وجورة بوليتيكية عمما وليس مشروعا اقتصاديا حول 18 مليار دولار أو ما إلى ذلك هذا مشروع يعني انتهاء حالات اختناقات أو محاولات خانق الدول بالجغرافية القائمة وبالظروف السياسية القائمة لكن ماذا يعني أن تتجاوز بغداد هرمز؟ هل هذه نوع من العلاقات المستجدة سوف تكون لاحقا بين بغداد وطهران؟ أساسا هذا مصير المنطقة كل ما نشهده اليوم هو هذه الحالة أن تعود المنطقة من منطق الحروب الإثنية والدينية والمذهبية إلى منطق التعاون الدولي والتعاون الإقليمي العام هذا منطق المستقبل الذي يبدو واضحا من كل المشاريع الجيوستراتيجية الموجودة سواء في المشروع الروسي الجديد سواء في التعدلية القطبية التي عالت عبر روسيا والصين هذا منطق الصراعات المحلية والإقليمية انتهى هناك منطقة التعاون الدولي الذي يسود والذي سيسود والذي يحاول الإسرائيليون الصهايين وبعض زمرهم في الغرب أن يبقوا على حالات انقسام هذا ما يحصل اليوم حول هذا الأنبوب يجب أن نراه بهذه الصورة ولا يجب أن نراه فقط ضمن الأرقام الحسابية والاقتصادية فقط هو ضمن قدم السياسية وتهديد إيران دائما بإغلاق مضيق هرمز مثلا بالتأكيد ولكن إغلاق مضيق هرمز بقدر ما يؤثر على إيران يؤثر عشر أضعاف ما يؤثر على السعودية وعلى حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في الخليج لذلك أبعد من إسقاط هرمز أو إسقاط مفاعل هرمز والواقع الستراتيجي لمضيق هرمز هناك الواقع المستقبلي للعلاقات بين دول المنطقة الذي هذا الأنبوب سيصب دمًا جديدًا في العلاقات والتعاون ما بين دول المنطقة عموما وإيران خصوصا الدول المنطقة يبدو أن هناك فقط الأردن هو الذي ربما سيعيد هذه العلاقات يعني لا السعودية سوف توعيد هذه العلاقات ولا قطر ولا الإمارات لكن ستصبح هذه الدول مضطرة لإعارة وصياغات منطق علاقاتها مع المنطقة وهذا المشروع صحيح مع الأردن ولكن يجب أن نجد الصورة الأخرى للإنبوب القادم كذلك بعد أن ترتاح الوضع في سوريا والمشاريع الاقتصادية الجديدة في سوريا والمشاريع النفطية والغازية التي تجلي في المنطقة سوف نذهب حاليا إلى مصر أعزائي المشاهدين إلى فقرة كاتب ومقال من مصر أيضا اختنى لكم مقالة من صحيفة الوفد المصرية تحت عنوان حكومة إخوانية بديلة فوق الدولة للكاتب عصام العبيدي نتابع مقالي اليوم الجمعة أتحدث فيه عن الكيانات المواجهة التي يحاول الإخوان إنشأها في مصر الإخوان تنشئ كيانات مواجهة هي لا تسق في أجهزة الدولة وتقول أن هذه الأجهزة تابعة للدولة العميقة وأنها لا تساعد الرئيس في أداء مهامه هذا أنا أعتبره واعتبطته في مقالي أنه فشل جديد للإخوان يضاف إلى فشلهم في مختلف الميادين وفي مختلف الساحة الداخلية بالإضافة لساحة الخارجية لأن اعترافهم بعدم قدرتهم على تسيير أمور الدولة وتطويع الوزارات الداخل الدولة لأداء أعمالهم ولشرعية الصندوق هذا يعد فشل من أجل ذلك هم يدعون ذلك حتى يتم تغيير مفاصل الدولة حتى يتم تعيين الموالين لهم بدليل أنهم كما قال السيد يونس مخلون رئيس حزب النور قاموا بتعيين 12 ألف إخواني في كافة مفاصل الدولة هو مدور أساء أحياء غيرهم من المناصب لهذا أقول أن هذه الكائنات الموازية عدم الثقة بين الإخوان وبين الوزارات هذا فشل جديد للنظام الإخواني دكتور عيسى الأيوبي تحدث الكاتب عصام العبيدي عن أن أعضاء من الإخوان تم تكليفهم بملفات وزارية وكأن هناك داخل الدولة في مصر واضح في كلامي أن هذا ما قال أستاذ أسهام يؤكد ما كان قد قيل في السابق أن الإخوان المسلمين يحاولون هيمنة وبسرعة بأسرع وقت ممكن على كل أجهزة الدولة أن تكون هناك هيمنة كاملة على الأجهزة وأن لا يبقوا مرتبطين بما يسمونه بالدولة العميقة أي بمؤسسات الدولة القائمة والتاريخية في مصر أن يدير البلاد عبر مؤسسات أخرى مديلة رديفة تحت الدولة وفوقها تحت الدولة وفوق الدولة يعني ليس فقط هل هذا يؤمن الاستمرارية ويمكن الإخوان من السلطة؟ لا هذا في العلم السياسي يدمر الدولة ويسقط أي قدرة على قرار مؤسساتي ويسقط أي مؤسسات يتشتت القرار باعتبار بالتأكيد تشتت هذا يدمر الدولة ولكن يجب أن نأخذ بع الاعتبار أن فلسفة الأخوان المسلمين ليست إقامة دولة هم ضد الدولة أساسا في فلسفتهم وعقيدتهم هم مع حالة إسلامية شاملة تتخطى الدولة تتخطى الحدود تتخطى المؤسسات الوضعية إلى مؤسساتهم وإن كانوا في بطنيتهم في علنيتهم يقولون أننا مع الدولة ولكن فلقاهم هم في تركيبتهم وإلا خلفوا عقيدتهم لو اعتبروا أو لو وافقوا على أن تكون هناك دولة بمؤسسات عريقة وقائمة هذا ما فعلوه وما فعلونه في كل مكان وهذا ليس مسجم تماما مع عقيدتهم هم ليسوا خارج عن أجيولوجيتهم وعن مشروعهم الدولة هم في عمق مشروعهم لكن ما يفعلونه في مصر هو عملية تسريع هائلة قد يسقطوا فيها لأنهم يسرعون الخطأ أكثر من هذه أيضا ورد في العنوين الفريق السيسي في تحذير ضمني للإخوان المسلمين الجيش يضع أن مصر القومي فوق كل اعتبار شهدنا في السابق أن هناك تراجع لدور الجيش ومحاولة إبعاد مؤسسة الجيش المصري عن السياسة كيف تقرأ هذا التهديد إذا صح التعبير؟ في الواقع أن الجيش المصري أثبت حتى اليوم في قراءاتنا أنه جيش فعلا حريص على أمن المصريين الاجتماعي والأمني بالمفهوم العسكري للكلمة هذا الموضوع يجعل الأخوان في حالة إرباك أن قراراتهم التي يمكن واتفاقياتهم الدولية والإقليمية التي قد تعرض أن مصر للخطر والأمن الداخلي أو الخارجي للخطر لن يمر على الجيش لذلك الفريق السيسي كان استبقى الحالات للأخوان وقال لهم انتبهوا عندما تقيمون معاهدات واتفاقيات وتضعون البلاد في حالة خطر داخلي عن طريق الاستفزازات للمجتمع المدني المصري التي تقرب المجتمع المصري من حالة صدامة وحالات حرب أهلية أنها تصرفون هكذا نحن لن نقف إلى جانبكم نحن ستكون أولوياتنا أمن مصر وليس ابتخاذ أوامر أو تنفيذ أوامركم هذا الكلام واضح من السيسي يعني هناك ربما سنشهد لاحقا عودة لدور الجيش المصري بالتأكيد هناك عودة لدور لأن لا الأخوان المسلمين قادرون على أن يضبطوا الحالة سياسيا وهم في الواقع فشلوا في إحداث هذا الوفاق الاجتماعي وضبط الحالة سياسيا ولا المعارضة قادرة أن تبقى كثيرا بحالة خضوع لإرادات الأخوان المسلمين في مصر الوقت انتهى ولكن أريد أن أختم مع هذه الصورة التي وردت في صحيفة السفير ورأيناها على كل التلفز في مؤتمر أصدقاء سوريا نعم صورة معبرة في مؤتمر مؤتمر أصدقاء سوريا ناشطة سلام أعتقد أنها إيطالية كتبت حملت لافتة بعد المؤتمر الصحفي تقول فيه الولايات المتحدة الاتحال الأوروبي إيطاليا قطر سعودية تركيا يساندون الإرهاب والإرهابيين أو الإرهابيين بالأحراب شكرا جزيلا بتحب تعلي بس بسانية بالتأكيد هذه الصورة كتير معبرة أن مؤتمر مساندة سوريا كان محاولة لمساندة الإرهاب في سوريا لأن هذه المعارضة التي مازلت مصرة على حمل السلاح وعلى رفض الحوار هناك من يدعمها إذن دكتور أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس الدكتور عيسى الأيوب شكرا جزيلا على حضورك وعلى كل المعلومات التي أفتنا بها وأيضا نشكر الزملاء في فريق الإعداد والإنتاج جينان جمعاوي وحسام صلاح وعلى الإخراج حسن راضي ولكم مشاهدي الميادين شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء صباح الغد اشتركوا في القناة